بص يا سيدي جوجل ما بتهزرش في المؤتمر الاخير بتاع جوجل اي او قلبت التربيزة وقدمت تحديثات نارية من ضمنها تلات ادوات جامدين جدا الفيو ثري والاماجين فور والجوجل فلو يعني لو انت مهتمي بالزكية الاصطناعي سواء في الفيديو او الصور او حتى الشات لازم تركز في اللي جاي شايف الفيديو اللي قدامك ده تعالك كده نشغل الصوت بتاعه في الاول هتقول ان ده فيلم من مشهد سينمائي في الحقيقة انا اول ما شفت المشاهد دي قلت يا جماعة ايه ده هو حد جايب فيديو من فيلم سينمائي وبيقولنا ان ده معمول بالزكية الاصطناعي لحد ما صحيت لقيت الدينة مقلوبة ولاقيت المؤتمر بتاع جوجل اللي بتكلم عن التحسات الجديدة اللي من ضمنها الفيو ثري اللي قدر يعمل المشاهد ديت ان هو مش بس هيعملك مشهد سينمائي قوي ده كمان هيعملوك بجودة عالية كهديرات سينمائية توصل لالف وتمانين آآ جودة بالاضافة للأوامر الصوتية ان انت هتلاقي بيتكلم بشكل احترافي وواقعية وخرافي بالشكل احنا شوفنا ده بالاضافة كمان ان احنا هيبقى عندنا تحديثات تانية لجوجل زي اللي احنا فاكرين الكل من استخدم في ولكن تم تطوير ان هو هيعمل صور اكثر واقعية مش مجرد الصور وخلاص لأ ده الصور واقعية جدا جدا وكانها طلعة من كاميرا احترافية وطبعا هنجرب وطبعا هنجرب الموديل ده سوى بالاضافة ان فيه كمان حاجة اسمها الفلو وده بقى متطور لانشاء الصور ودمجها وتحولها لفيديوهات تعالوا بنا بس نتعرف كده اكتر على التفاصيل ديت ونشوف جوجل مقدمة لنا ايه تعالوا كده نتكلم عن ابرز الاعلانات اللي كانت في مؤتمر جوجل اي او الفين خمسة وعشرين واللي كان اتكلموا فيه عن حاجة اسمها اه جيماناي تو بوينت فايف برو ده تطوير لموقع جيماناي اللي هو الشاتبوت المعروف اللي بيتميز بقدرات محسنة في التفكير المنطيق والبرمجة مع وضع لحال مشكلات المعقدة وتم طبعا تجربة الموديل ده من قبل المستخدمين ولقوا ان هو فعلا قوي جدا في اه فكرة او موضوع انشاء الاكواد البرمجة والحاجات دي بالاضافة كمان انه هم عملوا الجيماناي تو بوينت فايف فلاش وده بيقدم استجابات اسرع مع الحفاظ على كفاءة الاداء زي زيرو اس فور او بلاس ستري ويكيبيديا حاجات كده يعني هتشوفها في الفترة الجاية اه في الاستخدامات النموزيجين بيداعموا اه مخرجات صوتية اصلية وتحسنات في الامان. كمان عملوا حاجة اسمها في محرك البحس. وده اه تم تقديم وضع في محرك البحس جوجل عشان يتيح للمستخدمين اه تجربة بحس التفاعلية. تشبه الدرداشر. طبعا هو ده اللي انا بصراحة مستني من زمان ان جوجل لازم تعمل نقلة نوعية في محرك البحس الخاص بيها لان اكتر الناس بدأت ان هي تلجأ اكتر ما كانت بتستخدم جوجل. فإلا يخلي اه بحس جوجل مميزة ويرجع تاني قوي هو ان انت لازم تضيف فيه اي 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 مود او اي حاجات بقى فيها اي اي اي. بالاضافة كمان انت هيبقى فيه امكانية اجراء عملات شراء وحجوزات مباشرة من نتائج البحس. فاعتقد ان هيبقى فيه تطور جامد جدا في جوجل وبحس جوجل الفترة الجاية. كمان جوجل اعلنت عن جيميناي سري بروجيكت استرا. هو مساعد زكي متعدد الوسائط يمكنه التفاعل مع المستخدمين في الوقت الحقيقي. اللي هو اللي هو ايه مسلا ان احنا ممكن نستخدم الكاميرا بتاعتنا في الشات بتاع جيميناي. ونبدأ ان احنا نصور حاجات حقيقية ونبدأ ان احنا نستعرض حاجات في الشارع نسأله اسئلة. زي الفكرة بتاعت تشاتج بيتيب الضبط اللي هو اللايف شات او كده. باستخدام طبعا الكاميرا والصوت والبيانات الويب والحاجات دي. وبالمناسبة كمان هو هيبقى زكي جدا درجة ان انت اصلا لو تفاعلت معاه وكلمت كلام مش صح هيقدر ان هو يصحح لك خطتك ويقول لك ايه اللي انت بتقوله ده? انت بتفهمش? حاجات كده هنشوفها الفترة الجاية. ان الالات هتقعد ان هي تصحح لنا اخطاقنا وتتعامل معنا ان احنا مبنفهمش. ايضا تم الاعلان عن جوجل بيم. وده قال لك ان تم اعاد تسمية مشروع جوجل بيم او الى جوجل بيم. وده نظام مكالمة فيديو ثلاثية الابعاد. ولكن بدون نظرات. وده بيهدف لتحسين تجربة الاجتماعات الافتراضية. يعني عايزين يتطور بقى فكرة الاجتماعات واللي احنا بنسميه يكون بتقنية ثلاثية الابعاد. فالموضوع يكون متطور جدا. وتبقى قاعد كده كأنك قاعد مع الناس ويكون فيه اه عمق اكتر في استخدام اه في استخدام اه تجربة الاجتماعات. كمان تم الالان عن اندرويد اكس ار. اندرويد اكس ار ده نظام تشغيل جديد للواقع الممتد. وده بيدعم اه نظرات ذكية تم تطويرها بالتعاون مع شركات اه زي اه واربي باركر وزي اه مع تكامل عميق مع مساعد فالحاجات دي هنشوف لسه بقى الحاجات دي هتظهر لنا مستقبلا. دي ما احنا شايفين هنا ده شكل النظارات. هتبقى بقى نظارات ذكية مش عارفين هتعمل ايه. ولكن واضح كده ان احنا تدخلين على مستقبل غامض مليء بالاثارة والغموض. تعالوا بقى نرجع للمبهر للناس كلها دلوقتي عملت تسأل ايه ده? اه يعني ازاي ده اصلا يعني. ده اللي انشاء مقاطع فيديو عالية الجودة باستخدام الزكاء اه الاصطناعي. ده مش بس هيعمل فيديوهات عالية الجودة. ده كمان هيقدر ان هو يعمل لك اصوات. وتأثيرات لما يبقى الشخص قاعد كده في البحر بيتكلم وماسك البيب ورخل فيها وبيبص على البحر. انا والله شفت الفيديو انا قلت ايه ده? مين اللي عامل اه جايب اه لقطة من فيلم يقول لنا ده معمول بالزكاء الاصطناعي. شوف كده? هنا حاجة جامدة جدا بص هنا المشاهد ده مش ممكن. ده يا جماعة معمول بالاي ايه? انا والله ما صدقت انا فكرت فيلم بجد. لدرجة الان كنت نايم ولا حاجة فمش واخد بالي يعاد تقول ايه ده? مجابين مسلا جوني دي مسلا يقول لك ده زكاء الاصطناعي. هنا برضو بص رجل بتكلم مع البطة وبمسكها. لا احنا دخلين على حاجة كده اعتقد ان احنا قربنا نقول وداعا للمخرجين والممثلين. اه طبعا. قربنا خالص يعني. فكل واحد يخلي بالا ان هو يلحق نفسه لانه فعلا شكلها كده هيبقى فيه وظائف كده هتبقى بعافية شوية الفترة الجاية. تعال بقشوف الفيديو ده بص كده. عزيبس نستنى من اقوله تاني. حاجة رهيبة جدا. ايه ده? بقى فيه دقة في الكلام والتفاصيل ويروح ويطير وينزل. حاجة ايه ده يا جماعة في ايه? والحاجات دي متحسش ابدا يعني ده متصور ده مش ايه ايه اي. وهنا بص ده عامل لك ايه? يعني. واللي بيعزف. لا 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 لا. هدخلنا على ايه? يعني راحين فين? شوف ديت بتطير وفي الاخر بتروح توقف على آآ خط عن كبوت. بجد انا مش قادر يعني استوعب اللي حصل. عندي تشوك كده. وطبعا زي ما قلت لكم طالما جوجل اعلان انت عن حاجات جمدة كده يبقى 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 اكيد بتحضر لنا كارثة من كورش الزمن. فهنشوف احنا هنوصل لحد فين. طبعا هنا ده بالنسبة كمان هنا في حاجة اسمها دي لو ضغطت عليها برضو قال لك ان تراي انفلو دي بقى حاجة بقى كده اللي هو انت بقى ايه تقدر تعمل بها صور وفيديوهات وحاجات كتير. مسلا ان انت دلوقتي بتقدر تعمل تجيب كزا حاجة تجمحها مع بعضها وتطلع منها النتائج. زي مسلا هنا القطر وتجيب الناس ماشية وهنا جايبين واحدة ست نص نصها بالطريقة حالي غريبة. الشرح بتاعها ازاي? ان انت هنا بتجيب النص وبيتحول للصور بتقدر تعمل كزا صورة بالشكل ده. وتقدر تجمحهم مع بعض ويتحولهم معاك ليه في ان انت هتقدر تعمل بقى ايه? اه الشكل الشابه ده. يعني هو جمع العربية مع الحاجات دي كلها. وعمل حاجة شابها كده عربية مع مع الكنبة مع ان ان انت جبت يندل البحر ده وبدأ ان هو ايه? جمعه لك في مشهد واحد. حاجة رهيبة جدا. هنا ستي دية تنصها يعني تحس ان هي اه معها بطارية. وتقدر كمان تحولها لمشاهد تانية. يعني في ايه? ايه اللي بيحصل يعني? احنا رحيم فين يا جماعة? كمان تقدر تكبر الفيديو. فانا منتظر بصراحة ان انا مستقبلا اشوف بقى فيديو او فيلم بالزكاية الاصطناعية يبهرنا. يعني محسش ان هو معمول بالزكاية الاصطناعية. طبعا في حاجات اه الشابه ديت اه لسه ممكن تكون مش متاحة للاستخدام لكل الناس. لكن اكيد احنا لما تيجي فرصة احنا هنستخدمها هنستخدمها. ولكن تعال بقى نشوف حاجة كمان معنا وهي طبعا تفاكرين لما كنا بندخل على وطبعا بس بتبقى محتاج هنا ان انت تستخدم اه وكان بيزهر معنا بالشكل ده. الجديد بقى ان انت هيزهر لك حاجة اسمها طبعا احنا استخدمنا ده قبل كده. ايوة بس هو تم تحديثه ان هو بدل ما هيستخدم هيستخدم فتعالك كده نضغط على من هنا او من فوق هيفتح معاك الصفحة دي بالشكل ده. طبعا ده الوحيد اللي احنا هنقدر نستخدمه اه النهاردة لان الفلو شغلوا كل حاجة بس في الدولة الاجنبية. بس لازم تكون اه مشترك فيه بفلوس. زي ما احنا شافين دي الوجه الرسية لموقع هننزل تحت كده هجيب لك حاجات كتيرة معمولة في الموقع الصور وخلافه. وتنوع كبير في التصاميم اللي اعتقد ان انت هيبقى عندك فرصة انت تعمل حاجات احسن باستخدام الموديل الجديد هنضغط على فهيبدأ ان هو يحاولنا على الصفحة دي بيجي هنا اتجيب لك مثال بسيط ان انت تقدر تكتب او الوصف وتضغط على عشان يعمل لك الشغل بتاعك. فتعالك كده بقى برضو يقول لك هنا ان انت ممكن تجيب الشخص اللي انت عملته وتجيب خلفية اللي هو شخص والخلفية اللي هي المشهد وهيطلع لك وكمان بتضيف عليه عشان يعمل لك مثلا صورة بالشكل ده يعني اللي هو بيسميه الدمج وده مزة او يعني استخدام الاساسي له اه ويسك وهنيجي بعد كده تعالى بقى هنا دي المكان اللي بنقدر نعمل فيه صور هطلعها زينا جايب لك المستطيل اللي فيه تقدر تتحكم في ان انت تختار الجودة وهطلعز هنا كتب لك هنا وانا متشوق بصراحة ان هنستخدمه لانه طبعا هيكون مجاني تماما وهنا عندنا تلات ابعاد مربع طويل مستطيل يمكن تلات ابعاد بس مختلف عن اللي بيبقى فيه ابعاد اكتر بالاضافة هنا طبعا ان انت كمان تقدر تضيف صورة ولو ضغط على عاد بيجي هنا هيقول لك بيضيف والمشهد عشان لو انت عايز تعمل ده من جل الصورة معنا بس خلينا هنا نجرب ان احنا نعمل صورة بس ونكتب كده ونشوف النتيجة هتطلع معنا ازاي هضيف هنا ده يعني كده لبيت وفيه شوية حاجات كده لزيزة معروضة في الاجواء الريفية كده ونختار البعد بتاعنا وهنضغط على ارسال ونشتغلها نشوف التصميم اللي هيعمل هنا زي ما احنا شايفين تصميمين هيزهروا معانا بالشكل ما خدش معانا وقت طويل وعمالي هنا تصميمين حلوين قوي نفس التباصيل اللي انا اتكلمت فيها في الريف واجواء لزيزة قوي وزي هنشايفين عمل شوية حاجات هنا في الخلفية جمدة جدا تقدر طبعا ان انت عاجبتك الصورة تعمل لها ده من هنا وشكلنا يا جيد الفترة الجاية دي هنستخدم الموديل ده كتير طبعا عشان مجاني طبعا ده اهم نقطة تعالى برضو كده عايز نشوف حاجة هنا في علامة الفيديو دي هتعايزين نشوف ايه اللي فيها يعني هال ده اه علىك الفيديو اه نو فيديو هير يت يعني لسه مفيش هنا فيديوهات اتعملت او مفيش هنا امكانين انت تعمل فيديوهات اصلا يعني طب تعاكدا جرب تاني هضيف هنا برومت اللي هي عربية بالشكل ده وتعا نشوفها يعملها تصميم ازاي عمل لي هنا هتصميمين بالشكل ده حلو العربية كويس وطبعا هنا زي ما احنا شايفين كمان هتلاقي لاحظ هنا تحت عمل لي هنا برضو تصميم تاني التصميم كويس والجودة كويسة والتفاصيل لذيذة مش اه وحشة مش عايز اتطول عليكم في الفيديو ولكن اعتقد ان احنا في فترة جاية هنشرح اكتر ازاي احنا ممكن نستخدم اه الاماجين فور وكل التفاصيل الجديدة من جوجل اه التحديثات الجديدة كان فيديو سريع عشان نلحق نوافيكم بالاحداث انتظروا ان شاء الله في فيديو جديد عجبك الفيديو هريد تشترك في القناة فعز الجرس ولو اه دوستي لايك وستستطيع الاراك في تعليف انا هكون ممنون جدا وفي النهاية السلام عليكم